استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مكتبه عددا من ضباط الاختصاص في قوة حرس مجلس الأمة وذلك بمناسبة تخروجهم من كلية علي الصباح العسكرية الغانم حث الضباط الجدد على المثابرة في العمل والالتزام بالقوانين واللوائح متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهمهم هذا وحضر اللقاء الأمين العام المساعد لشؤون حرس المجلس اللواء خالد لوغيت ومدير إدارة شؤون الأمنية المقدم بدر لمطوع موسيقى